بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدة قناة النادي الآلي وجمهور النادي الآلي في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بيكون مع بعض من الساعة 8 إلى 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى في الفترة اللي قبل الحلقة على طول وبيكون معنا مجموعة من الأخبار اللي بتكون في النص الأول من حلقتنا النص التاني بيبقى معنا فقرة بيبقى فيها ضيوف وفقرة حوارية حقيقة النهاردة ما كانش ينفع أبدا يكون معنا فقرة غير الكرة الطائرة الكرة الطائرة الرجال في النادي الأهل يحققوا مبارح فوز كبير على النادي الزمالك بنتيجة 3-0 والفوز بكأس السوبر الأول في التاريخ لأن دي أول مرة تقام هذه البطولة في تاريخ الكرة الطائرة وستطاع فريق الكرة الطائرة رجال أنه يكسب الزمالك مبارح 3-0 للمرة الخمسة في هذا الموسم وبمناسبة المباريات كلها الخمسة كانوا بنتيجة 3-0 باستثناء مباراة واحدة كانت 3-1 يعني أربع مباراة 3-0 ومباراة واحدة اللي كانت في صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقار النادي الأهلي بالجزيرة كانت 3-1 يعني لو كلمنا عن الخمس مطشات المجمل هو 15 شوت لصالح النادي الأهلي وشوت وحيد لصالح نادي أزاملك واضح جدا التفوق الكاسح لفريق الكرة الطائرة على منافس أكيد التقليد في كرة الطائرة رجال وهنا تأتي يعني عظمة النادي الأهلي أو قوة وصلابة النادي الأهلي النادي الأهلي كان عنده مشكلة في هذا الفريق السنة اللي فاتت وكان فيه هزة ودع طبيعي الفريق بقى له 4-5-6 سنين ماشي كويس ما بيطلعش أبدا من أي موسم صفري حتى السنة اللي فاتت خد بطولة أفريقيا يعني عمرنا مطلعنا بموسم صفري لهذا الفريق ولكن الدولي والكأس البطولتان المفضلتان للفريق قسرناهم السنة اللي فاتت كان أمام نادي زمانك كان النادي الأهلي صلابته بتبان فيه وقوته أنه دعم هذا الفريق يعني لما بيلاقي مشكلة النادي الأهلي في أي فريق ما بيتخلاش عنه الإدارة طبعا ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب وأيضا إدارة النشاط الرياضي بقيادة الكابتن الكبير كابت خاد العوضي بيوفروا كل الدعم للفريق عشان يرجع تاني لمنصات التتويج ومش أي منصات التتويج لأ المركز الأول وتم دعم الفريق باتنين محترفين على أعلى مستوى لويجي اللعب الإيطالي اللي انضم قادما من الدول الإيطالي وينضر اللعب الكوبي الليبرو القادم أيضا من منتخب كوبا اللي معروف على مستوى العالم في الكراءة الطائرة الاتنين عملوا فارق كبير بالإضافة لأحمد صلاح عودة كبيرة المستوى عبدالله عبدالسلام الفرقة كل اللعبة كانت نجوم الحقيقة إنبارح هو من أول الموسم فالحقيقة اللي لازم الفقرة التانية نستضيف هذا الفريق البطل هيكون معنا إن شاء الله ثلاثة من الجهاز الفني هيكون معنا على رأسهم كابتن خالد أبو زينة المدير الإداري وهيكون معنا الكابتن الحسن عبد المجيد مخطط الأحمال وطبعا كابتن الكبير مدرب عامل فريق كابتن تامر مجدي هيكونوا معنا الثلاثة من الجهاز الفني بالنسبة للعبين الحقيقة هيكون معنا الاتنين المحترفين هيكون معنا لويجي اللعب الإيطالي وأيضا هيكون معنا يوندر اللعب الكوبي هنتكلم معه في كل حاجة يمكن اللي ويجي كان معنا قبل كده في حلقة سابقة ولكن يوندر كان أول مرة يتواجد على شاشة قناة النادي الأهلي اللي عايز يعني يسألهم أي سؤال أو أي حاجة على صفحتنا على الفيسبوك بس يكتب السؤال وإحنا هناخد بالنا وهنسألهم على الهوى والحقيقة يعني اتعرضوا أكيد الاثنين لعيبة دول لحمل التشكي أي أن كان هو الرد بيكون في الملعب وإحنا لسه في البداية دي أول بطولة والفريق عنده بطولات قادمة بعد أسبوع البطولة العربية هتبتدي على أرض مصر بعد البطولة العربية هيبقى فيه استئناف للدوري والكاس وأفريقيا يعني عندهم بطولات كثيرة واللعيبة دي لسه عندها الكثير إن شاء الله هنتكلم معهم أكيد بعد الفاصل عن كل شيء هنروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد كالعادة فريق كرة اليد في النادي الأهلي بيستعد لمباراة مهمة غدا مع نادي سبورتينج هتتلاعب فيه صالة سبورتينج في أسكندرية بكرة إن شاء الله بيستر ديفيد ديفيز الحقيقة واخد الأمور خطوة خطوة كان عندنا مباراةين الخميس والجمعة اللي فاتوا كان مع اسموحها ويطلع الجيش واستطعنا أن احنا نفوز بنتيجة 25 داتا